اشتركوا في القناة بين أبناء الشعب الواحد ثم نفتح ملف الفساد من جديد عبر ما سمي وثائق طنم التي أدرجت أسماء مسؤولين جزائريين أمام كل هذا مشاهدنا نتسأل عن غياب الدولة عن هيبة الدولة عن شرعية الدولة عن القضاء المستقل عن الرئيس المتعب صحي ثم عن مرحلة ما بعد بوتفليقة التي يؤكد كثيرون أن العدة لها قد بدأ فعلا يبدو أن سياسة الولاء للأشخاص التي تبنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ مجيئه لقصر المرادية بدل الولاء للدولة ومؤسساتها وقوانين الجمهورية آتت أكلها فقد فرخت أجنحة وعصبا متنافسة على التقرب للرئيس زلفا لتحصيل المناصب وجمع المال على حساب سلامة الدولة وصحتها وكرست واقع الجزائر الحلوب التي تعتمد على ريع المحروقات لكن هذا لم يكن بارزا بالوضوح الكبير الذي بدى عليه الآن إلا عندما وقع الرئيس مريضا منذ أكثر من ثلاث سنوات فتحول التنافس إلى سراع والتوافق الصامت إلى اختلاف وتراشق بلغ الحضيظة بين عصب النظام سعيا للتموقع في دولة ما بعد بوتفليقة الذي أنهكه المرض هذا الشقاق قضى على ما تبقى من هيبة الدولة الجزائرية فهتك عرضها الفساد حتى فاحت روائحه في تسريبات ويكيليكس وأوراق باناما وأبطالها يعرفهم القاص والداني وحتى الأجانب وبقي جهاز القضاء متفرجا كأي مواطن مغلوب على أمره هذا الوضع جعل إيمانويل فالس رئيس وزراء فرنسا ينال من فخامة الرئيس بعرضه صورة له في أسوأ أحواله والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يتجرأ بأن الجزائر تهدد الأمن القومي لبلاده وهو الذي كان يستقبل في الجزائر بالأحضان وهدايا من أرقى خيول الجزائر وربما أخطر ما يقوض أركان الدولة الجزائرية هو اقتراح عفو عام عن المتورطين في اختلاس وسرقة المال العام قبل حتى معرفة هويتهم وعددهم وحجم ما نهبوه دون المرور على أروقة القضاء لكن المبادرة في الحقيقة شفعتها فرنسا بتوقيعها مع السلطة في الجزائر اتفاقية قانونية يتمتع بمجيبها المسؤولون الجزائريون بحماية أفضل في فرنسا في حال ملاحقتهم من قبل القضاء الفرنسي سؤال مشروع أي صنف أو قيمة لهذه الدولة التي يهرول مسؤولها هلعا ورعبا إلى فرنسا لافتكاك تعهد منها بعدم محاكمتهم في عدالتها المحترمة سؤال لا يجيبنا عنه إلا وزراء ومسؤولون يعرفون سبب خوفهم من العدالة الفرنسية ولا يعبأون بتاتا بالقضاء في الجزائر بقرتهم الحلوب أي دولة هذه التي ينشر غسيل وزرائها ورجال أعمالها وسياسيها وصفقاتها على الإعلام في الداخل والخارج ولا تحرك مؤسساتها ساكنا رئيس مريض غائب ومغيب برلمان حطم أعضاؤه رقما قياسيا في الغيابات وقضاء خانس لا يتحرك إلا بالتليفون والمساج لكنه أسد على المواطنين البسطاء وحكومة تشك أن يكون أعضاؤها من حي سكني واحد فالكل يتفرج على مشادات بين عبدالسلام بوشوارب ورجل الأعمال يسعد ربراب ثم بين وزير الاتصال عبد الحميد جرين ويسعد ربراب إثنين حول صفقة جريدة الخبر وقبلها بين عمار سعيداني وأحمد أويحيا وغيرهم والله المستعان التقرير لزميل محمد مغراوي مشكورا إذن مشاهدنا الكرام بعد الترحب بكم مجددا نحن اليوم نطرح قضايا الأسبوع أبرز الأحداث التي حدثت في الساعة السياسية في الجزائر وأولها تصريح نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا الذي كان قد صرح من قبله لما حل ضيفا بتونس من أن ليبيا ليست دولة وإن أمن تونس هو من أمن فرنسا لكن بالنسبة للجزائر فإن أمنها خاطير ليس فقط لجيرانها ولكن حتى لأتحاد أوروبا إذن فهي مهددة للأمن القومي في أوروبا ما قاله ساركوزي ها قد أكده رئيس أو سفير الفرنسا في الجزائر لدى الجزائر لما قام بجولة أو برحلة إلى منطقة القبائل دون ما أن تعلم الحكومة الجزائرية بذلك ولكنه يا ليته اكتفى بهذه الرحلة فبعد هذه الرحلة أطلق تصريحات عدة بأنها تصريحات مؤذية تصريحات ليست مؤسسة بل تتصف بأنها تغذي نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتمزيق البلد إلى أقسام هذا الذي قاله الكثير من المناظرين في جبهة القوى الاشتراكية وأحزاب أخرى وطنية عندما قال أن أغلب الطلبة الجزائريين الذين يدرسون في فرنسا هم من منطقة القبائل بومردس، لبويرا، تيزيوزو وبجايا ثم قال أن الحكومة الفرنسية تخصص لهذه المنطقة الحيزة الأكبر من التأشيرات وهنا نحن نتسأل عن هذا التصريح الفضيحة كذا يقول كثير من الحقوقيين والناشطين ثم بعد ذلك السفارة أصدرت تصريحا بأن هذا التصريح بأن الذي هو مسجل الذي هو منشور في وسائل الإعلام ليس صحيحا لكن هناك من المناظرين في هذه الأحزاب من قالوا لقد حضرنا فعلا هذا التفاعل عندما هذه الفعالية لما قام السفير بجولته إلى منطقة تيزيوزو وأطلق هذا التصريح الذي عده الكثيرون خطيرا جدا معنا مشاهدنا الكرام السيد علي ذراع المسشار الإعلامي السيد علي ضعنا في صورة هذا التصريح الذي أثار جدلا كبير في وسائل الإعلام الجزائرية بعد أن قال السفير بأن هذا التصريح ليس صحيحا وما قيله هو كذب ولكن هناك من المناظرين في منطقة القبائل قالوا فعلا حضرنا هذه الفعالية وهذا السفير أطلق هذه التصريحات السلام عليكم أخي أتمن وعليكم السلام ورحمة الله أعتقد أن الأمور من ناحية ديبلوماسية متروحة خطأ أيها هناك تجنوبات بين الديبلوماسية الجزائرية والفرنسية منذ مدة نعم خاصة المدة الأخيرة بعد المقال والرسوم التي كانت فضل بها الصحافة الفرنسية حول صحة السيد الرئيس وردود الفعل التي كانت جاءت من وراءها مباشرة من طرف ديبلوماسية الخارجية الجزائرية وأعقدت هذه التصريحات بصورة الرئيس عند الوزير الأول الفرنسي في موقعه وتويتر وأعقدتها مباشرة في الأيام هذه التصريح السفير الفرنسي في جزائر في تيزي والزول نعم السفير الفرنسي يريد تكديم ولكن المواطنين والمناظرين الذين حضروا اللقاء يؤكدون هذا خاصة بعد خرجة جماعة الأفاس التي تؤكد أن المناظرين من الأفاس كانوا موجودين فالسؤال المطروح وقبل سؤالي أنا أريد أن أوجد تحية إلى السيد وزير الخارجية جزائري على الرد السريع والمباشرة للسفير والذي كان يفترض أن يستدعى هذه السفير للخارجية لماذا الأقوال جاءت في هذا الضغب الدات لماذا والسؤال الآخر كيف يعرف أن هؤلاء الذين منح لهم التأشيرات أو البيضاء هم من بلاد القضايا كيف يعرف يعني هناك مصلحة خاصة في السفارة الفرنسية هم بالبحث فيما يخص هذه القضايا وصريك الطلبة التي تقدمونا للذهاب إلى فرنسا للدلسا يفضل هذا على هذا لماذا طيب يبقى ما نسأل علي نعم يبقى ما نسأل علي سأعود لك بعد اللحظات ورحب الآن جاني كرام من الضمام سيد كريم طابو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي يبدو أننا فقدنا سيد كريم طابو مالي شعود لك سيد علي تفضل نعم واسف سفير سفير فرنسا سفير سفير فرنسا سفير سفير وفرنسا الآن ليس وقت المروحة يفيد السفير لدي هناك وقت لتشتيت ضرب الجزائريين بعض من بعض الوحدة الجزائرية الوحدة الوطنية مدعمة مدعمة بدماء شهداء ومدعمة بوحدة حقيقية شعب الجزائري منذ 14 قرن فليس هناك مجال للتلاعب بين أبناء الجزائري وتفريق بينهم وعلى الخارجية تكون صارمة وعلى السلطات الجزائريين يكونوا صارمين مثل هذه المواقف الدبلوماسية نعم سياسة نعم نعم سأعود لك سمحني فقط حتى لا تنقطع المكالمة سأعود لك سيد كريم طابو لا تخبز الانتحاد الديمقراطي الاجتماعي ورحب بك أولا ثانيا هل فعلا هذا التصريح الذي أطلقه السفير الفرنسي لدى الجزائر فعلا يصب في إطار العزف على وطر الفئوية والانقسام بين أبناء الشعب الواحد مثل ما ذكره الكثير من الملاظلين المنظوين في إطار الأففاس وأحساب أخرى للأسف الشديد فقدنا مرة أخرى كريم طابو ونعتذر للمشاهدين على هذه الانقطاعات المتكررة هذه حال وسائل الاتصال في الجزائر معي أستاذ علي استسمحك لكن يريد أن أطرح السؤال من جهة أخرى بالنسبة لهذا السفير يذكر بالتصريح الأول الذي كان أطلقه ساركوزي حتى لا يقال بينكم تكلمتم عن السفير ونسيتم ربما قد يكون مشروع رئيس لفرنسا مستقبلا بعد أن كان فعل رئيس كيف يصرح بهذا التصريح على السن الجزائر مؤذية ومخيف الذي يحدث فيها مؤذن ليس فقط لجيرانها بل لأوروبا كلها بمعنى أنها تهدد الأمن القومي الأوروبي ساركوزي معروف علاقنا ساركوزي واليمين المتطرف المتطرف في فرنسا لأنه علاقة مع الصيونية الصيونية الآلمية معروف معروف أن ساركوزي من أعداء الجزائر من الناس يحلم ما زال يحلم بالجزائر الفرنسية معروف هذا هو اللي ضرب واحدة ليديا وشكت واحدة ليبيا وضربه كثير من الدول العربية معروف أن الشخص هذا الذي كان وصل الرئيس لفرنسا وأمن الجزائري يهدد أمن فرنسا من أي ناحية سيد الرئيس من أي ناحية الجزائر دولة مستقلة جديدة دولة فتية دولة نامية ليست لها الإنكانية فرنسا لتهدد أمن العالم ككل ليس أمن أوروبا من أي جزائر من أي ناحية سكين الجزائرين يشتغلون من أجل العيش والخط في فرنسا هؤلاء يهددون الأمن الفرنسي وأمن أوروبا أليس أليس تعد الجزائر أليس هذا أطماع جديدة لضوح الجزائر أليس هذه أطماع يطلع هكذا أخو علي هناك الكثير من أبناء الجزائر من يؤيدون هذا الطرح الذي ترحته الآن أستاذ علي دعنا نعود إلى أستاذ كريم طابو التحق بنا الآن إن شاء الله يكون اتصال جيد هذه المرة أستاذ كريم طابو ناطق باسم الحاد الاجتماعي الديمقراطي هل فعلا ترى هذا التصريح الذي أطلقه سفير فرنسا لدى الجزائر بأنه يصب في ما يسمى العزف على وطر الانقسام والجانب الفئوي بين أبناء الشعب الواحد أهلا وسهلا وسهلا خير سيعتمان هذا النقاش من الواجب أن نتطرق إليه بكل موضوعية ويجب تفادي بعض الأفخاخ التي يريد أن يجعل بها النظام نقاش اليوم في الساحة السياسية لأن النقاش الحقيقي في الجزائر اليوم من المفروض أنه يدور على قضايا الفساد على تورط وزراء على تورط أشخاص مقربين للرئيس في قضايا عدة من الفساد وكان من المفروض أن تطرح أسئلة حول مستقبل هذه البلاد بعد بوتفليقة الرئيس مريض والجزائر في ركود سياسي لأن اليوم الحالة الاستعجالية الموجودة فيها الجزائر كان من المفروض أن نتطرق لهذه المواضيع أما السلطة الجزائرية تراوغ مرة ثانية المواطن الجزائري بجعل من تصريح لستير معين موضوع يعني يتناول هذا الموضوع في كل الأماكن وفي كل كأن النظام الجزائري يريد الترويج لبعض تصريحات ليجعل بهذه التصريحات مواضيع للجزائريين لينسي الأهم للجزائريين لأن اليوم سمعنا تصريحات قبل سنوات وسمعنا تصريحات مؤيدة للسلطة من طرف فرنسا تم من مرة في وقت بيرنار كوشنير وزير شؤون خارجية في فرنسا صوت في البرلمان الفرنسي على قانون قانون يعني ليقول بأن الاستعمار إيجابيات وكان الرد الفعل النظام الجزائري هو السكوت حتى حتى وأن حاول بعض النواب في البرلمان باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار نعم وزير شؤون خارجية في فرنسا بيرنار كوشنير هو الذي أعطى المعلومة للجزائريين بأن هذا المشروع تمت سحبه من البرلمان الجزائري إذن المعلوم هو أن النظام الجزائري يريد أن يجعل ببعض التصريحات مواضيع هامة لينسي للجزائريين المواضيع الحقيقية إما فيما يخص تصريح سافير قرانسا لو تطرقنا لهذا الموضوع بكل موضوعية لما وجدنا بأن للسفير معلومات حقيقية تدل بأن شباب كثير وكثير وكثير من منطقة القبائل يطلب التأشير لذهاب إلى فرنسا كلمة المفروض نحن الجزائريين نطرح تساؤل على أنفسنا لماذا الشاب الجزائري يطلب تعشير للذهاب إلى فرنسا لماذا هذه الملايين من الجزائريين التي تريد أن تغادر هذه البلاد هذا هو السؤال الحقيقي السؤال الصحيح ليس تصريح لسافير فقد فينا في الماضي كانت تصريحات أكبح ويعني من من ساركوزي ساركوزي عندما ساند بوتفليقة في العهدة الثالثة قال للإعلام الفرنسي بأنه يساند بوتفليقة لأن لو لم يعني غير بوتفليقة هم الطالبان وساركوزي تعدى على تضحيات الجزائريين من أجل الديمقراطية تعدى على الشعب الجزائري لأعطى تضحيات من أجل الديمقراطية في الجزائر هناك بوتفليقة ولكن هناك قوة الديمقراطية هناك الشعب هناك شعب نظم من أجل استقلال نظم من أجل الديمقراطية لا وجود لطالبان في الجزائري ولكن في هذه الساعة ساركوزي كان يساند النظام الجزائري واستقبل من طرف كل السلطات في اعتمان باش انصحح المعلومات من المستحيل أن يذهب سفير إلى منطقة بدون علم السلطات الجزائرية نائب من منطقة زيوزو وعطيت للدعوة لم أحضر لهذا اللقاء لأسباب شخصية ولكن من الخطأ أن يقال للرأي العام لمتتبعين هذه الحصة بأن السفير فرنسا ذهب إلى ولاية زيوزو بدون علم السلطات عندما ذهب كان الأمن في استنفار كامل الأمن في فعله معلومة الوالي على علم وزر الشهر الخارجية على علم من المستحيل أن يذهب السفير إلى ولاية ما بدون علم السلطات المحلية والسلطات الوطنية تمام سيد كاريم سأعود إليك وهذا ما قرأناه نحن في وسائل الإعلام وتعجبنا كيف بالحكومة لا تعلم خطوات أو تحركات سفير لدولة في بلدها هذا الذي قد وقفنا عليه نحن بدورنا أنت ذكرت سيد كاريم مسألة تجريم الاستعمار وها قد انضم إلينا أحد الذين هم وراء مشروع تجريم الاستعمار يبدو أنه فقدنا له سيد موسى عبدي من جبهة تحرير الوطن لا بأس بالعودة إلى سيد علي ذريع سيد علي ماذا عن الذي يقول إذا كان بيتك من الزجاج فلا تضرب الناس بالحجر طالما أنه ليست هناك هيبة للدولة ليست هناك سمعة لتلك الدولة التي كنا نتباهى بها عشرات السنين التي مرت ها الآن صار أي أجنبي يصرح في الجزائر سواء في الخليج أو في أوروبا أنا أعتقد أن السفير يتنقل من مدينة المدينة أو من العاصلة إلى مدن داخلية بدون علم السلطات هذا غير موجود وغير مرتفق عليه لا في الأعراف الدبلوماسية ولا في الأعراف الأخلاقية سفير قبل ما يتنقل لا بد من موافقة تحكية حكاية بسيطة في سنة 1989 طرحنا قضية تنميز ديكارت بالجزائر أيها لما كانت تتبع لفرنسا وكمجلة الوحدة طرحنا الموضوع وتهجمنا على السلطات الجزائرية أنا داك الفرنسية فطلب السفير الفرنسي أنا داك مقابلتي لما كنت أنا موبيل على هذه المؤسسة ورفض فطلبوا مني الخارجية أن أستقبل السفير لأنهم موافقين على هذا النقاء والتقينا أنا رفض والتقينا في مكتب السيد وزير سيد بن عمار وبعد النقاش طويل بيني وبينه يقول لي يا سيدة لدراء أنتم شباب وعندنا في فرنسا شباب اتجهوا للمستقبل لنبني المستقبل بعيد على الأحقاد وبعيد خلي الصفحة نطويها وكانوا هم الذين يترجعون على ذلك لما كنا نحن قويا فالآن صبحوا يدخلوا لملعب ملعب الجزائر ويرودون ضرب الجزائر أنا أقول لهم سيد طابو مع احترامي ليه سيد كاريم طابو صديقي وعزيزي وحبه وأقدره 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 لداره أقوله لما تكون الأمور بيننا وبين العدو التقليدي هو فراسة ننسى مؤقتة من الجبهة الداخلية نحن في الجبهة الداخلية نسلم التفقيل مع بعضنا البعض نسلم التفقيل مع المدار مع طبيعة المدار لما تكون تنجمات من النوع هذا خاصة من الواحد مثل ساركوزي ساركوزي ليس عادي ساركوزي سأتيح له سأتيح له فرصة للرد على ما جاء في تدخلك الآن سيد علي ذراع عاد لنا سيد موسى عبدي أحد أعضاء أجب التحليل الوطني سيد موسى تصريحات توالت حول سمعة الجزائر وهيبتها إقليمي وجهوي ودولي لكن هناك من يقول هذه التصرفات أو هذه التصريحات هي فرصة للنظام الجزائري من أن يشغل الناس عما هو أهم من أولويات البلاد ما رأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهل وسائل أريد أريد خلال هذا الحوار أيها أن أبدأ مداخلتي بمجموعة من الحقائق التاريخية التي أثبتها الواقع وهي أن فرنسا بالنسبة إلينا نحن وبالنسبة إلى المستعمرات الأخرى هي الدولة الوحيدة النظام الاستعمال العالمي القديم التي لا زالت تتعامل مع شعوب وحكومات مستعمراتها القديمة بثقافة الاستعلاء والكبرياء والثقافة الكولونيالية وتقلل من شأن السيادة هذه الدول ونزلت ونزلت الساعة تعتقد بإحقية الوصاية الفرنسية على مستعمراتها داخل ربوع العالم ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص السياسة الفرنسية الخارجية نحو العالم الثالث مستعمراتها على الخصوص المواقف الفرنسية لكثير من الشخصيات الفرنسية سوى الرئيس نيكولا ساركوزي أو الرئيس هولون أو رئيس الوزراء بانس أو السفير الفرنسي كل هذه التصريحات وهذه المواقف الفرنسية المتعددة هي عملة واحدة ذات أوجه متعددة مختلفة ولكن تخدم المصلحة الفرنسية طيب لماذا كثرت في هذا الوقت من ذات يا سيد موسى ربما المشاهد يسألك يقولك لماذا بالضبط هذه التصريحات توالت وكثرت في وقت واحد بدءا بهولند ثم بعد ذلك فالس ثم ساركوزي ثم هذا السفير أنا قادم إلى ذلك يا سيدي تفض أنا قادم إلى ذلك من خلال سياق هذا التحليل وفرنس هي الدولة الوحيدة التي تدخلوا في شأن السيادة للدول لمصامراتها كما حدث في 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 وما حدث في مالي وما حدث في غير ذلك فهل هناك من يعتقد فهل هناك على وجه التحديد فهل هناك من يعتقد بأن فرنسا تذن الشعب الجزائري وتذنه وتستفزه من خلال مشاعره والمساس بشيادته ورموزه الوطنية لإيقاظ الضمير الجزائري لكي يتوحد هذا الصف هذا لا أعتقد ذلك يا سهيد الفاضي فرنسا مقبلة على مجموعة من الخطوات والمقبلة على الانتخابات الرئاسية القديمة وعليها أن تنتج حراكا سياسيا خالديا لكي تستقبل الجماهير وتلفت الرأي الفرنسي الداخلي نحي الخارج لكي يلتف الشعب الفرنسي حول سياساتها الداخلية من أجل الفوز أو الحصول على الاستحقاقات الفرنسية القادمة فرنسا أيضا توظف كثير توظف اللغة الفرنسية توظف كثير من الاقتصادها الضغط على هذه الدول مستعمرتها من ناحية الإصدادية ومن ناحية السياسية ومن ناحية ثقافية لكي تكون كمعات لها وبالتالي فرنسا كل هذا المخاض السياسي وهذا الحراف السياسي الذي توجه فرنسا نحو الجزائر ليس من أجل عيون الجزائر وليس من عيون الشعب الجزائري ولكن من أجل مصبحة فرنسا على وجه التحليل وجه الخصوص طيب يبقى معنا أستاذ مساء عبد أعود الآن من جديد أستاذ كريم طابو ما رأيك أستاذ كريم طابو لوجهة نظر الأخرى تقول أنه طالما أن هناك عدوية رصد البلاد تصريحات تسيء للجزائريين كلها لقيم الجزائريين ولتاريخ الجزائر لا بد أن نتحد وأن نتجه لهذا العدو لنرد عليه وننسى قليلا أو شيئا ما ما يحدث في البلد ما رأيك هذه وجهة نظر الأستاذ علي ذريع ولكن نفس نفس السلطات الفرنسية عندما كان طرف في المعارضة الجزائرية تطلب بتفعيل المادة 88 من الدشتور تطلب بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة كل يعلم بأن الرئيس مريض وأنا شخصيا لم أساطر هذا الرأي ولكن هناك طرف واسع من المعارضة طلب تفعيل المادة 88 ماذا حدث الجزائر استقبلت فرنس وهولوند وخرج فرنس وهولوند وصرح بأن الرئيس الجزائري بخير هذا جواب للمعارضة هذا تدخل صريح الشؤون السياسية الداخلية للجزائر لماذا لم تتحرك السلطة في ذلك الوقت لأن تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية عندما يخدم السلطة تسكت عليها السلطة ولا كلام على هذا كالشيء إذن اليوم لو تكلمنا على فرنسا كاستعمار لما طلبنا من فرنسا والنظام الجزائري هو في موقع أن يطلب رسليا هذه الأشياء التي هي حقوق للجزائريين في نفس الوقت عندما تشكت السلطات الجزائرية ونحن في ذكرى الذكرى الأحداث من يمي 45 لماذا لم تقدم الجزائر كما قامت عرمينيا كما قامت ليبيا كما قامت دول أمام المستعمرات من مستعمراتها لماذا الجزائر في نفس الوقت قابلت بإمضاع على اتفاقية يحمي السلطات ورجال السلطة أمام متابعة قضعية في فرنسا لماذا الجزائر النظام الجزائري يرى بأن أولويته هو الضمان وحماية أشخاص السلطة داخل الطراب الوطني إذن اليوم لا درس حول الوطنية يمليه علينا النظام الجزائري النظام الجزائري هو مبني على الجهوية الذي يمارس الجهوية هو النظام الجزائري النظام الجزائري من 62 كان يقود أمور هذا الشعب بسياسة فرق تسود يلعب على هذا الوطر قبل أن تلعب عليها الاستعمار يلعب عليها النظام سارة يلعب على هذا الوطر في منطقة القفائل في منطقة المزاب في منطقة الجنوب أكبر تحديد على الوحدة الوطنية هو هذا النظام الذي يستعمل كل الأساليب لتفرقة الجزائريين لأن منطقة القفائل لا يقدر عليها ولا النظام ولا الاستعمار ولا أي أحد لأن الولاية السالسة كانت رائدة في النظام من أجل التحرر لا يمنع أحد على هذه المنطقة دروس في الوطنية لا يوجد لا توجد عائلة في منطقة القفائل ليست لها شهيد لم تبحي من أجل الجزائر في وقت الاستعمار كانت مقترحات خاصة باستقلال منطقة القفائل تصد لها عبدان تصد لها عسين أي تحمد تصد لها كريم بالقاسم من هذه المنطقة لأنهم رفضوا أن تعطى أن تعطى يعني انتياج منطقة معينة لأن النظام كان من أجل الجزائر أما ما نراه اليوم هو أن السلطة الجزائرية اليوم حاليا هي سلطة جهوية في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في كل شيء من يمارس الجهوية هو السلطة ليست فرنسا وليست منطقة القفائل فرنسا قد تتدخل قد تغتنم فرص فرنسا يمكن لها أن تغتنم فرص ولكن هذه الفرص من يصنعها الذي يصنعها هو النظام الجزائري ما رأيناه أحسن مثال أحسن مثال لو طرحنا تساؤل عند جنازة حسين أي تحمد زعيم الثورة الجزائرية الشباب هذه المنطقة لم يتركوا حتى مسؤول رسمي أن يذهب إلى الجنازة هذا دليل بأن الشباب واعي أنا في جنازة زعيم تاريخي ولكن رفض عن حضور رسميين جزائريين لأن هذا الشباب يعلم من حرر الجزائر ومن رهن الجزائر ومن عنده طموح أن يبيع الجزائر خليك معنا يا سيد كريم خليك معنا سنستمر في النقاش خليك معنا أعود من جدي أستاذ موسى عبدي عضو حزب التحرير أستاذ موسى هو الأخ معنا ضيف من الجزائر وأنت تعريفه سيد كريم طاب يقول لك بدلا من استرجاع ارتكبت أياما استعمار وربما قبل الثورة مع ذلك فإن السلطة سارعت إلى إبرام اتفاقية من أجل حماية المسؤولين من العقاب من رفع الدعاوة عليها في فرنسا ليه لأسف فقدنا موسى عبدي نرجو من الإخوة لاتصال به ماليش أحيي هذا السؤال لزميلنا وأستاذنا علي ذريع أستاذ علي أنا أرغب سؤال طيب أستاذ علي يعني بدلا هو أستاذ كريم طابو طرح سؤال والكثيرون يرونه مشروعا يقول السلطات بدلا من المطالبة بالحقوق الضائعة بدلا من المطالبة بالاسترجاع الأرشيف بإرغام فرنسا على الاعتذار عن ما ارتكبته من ماجازر في حق الجزائريين والجزائريون احتفلوا أخيرا بأحيو ذكر الثامن مايي خمسة وربعين فهراحهم فراح الجزائريون إلى الصوت الفرنسية ليقنائها أو لإبرام اتفاقية لحماية المسؤولين في فرنسا هو فعلا أننا نتفق بالطرح بشفة عامل الأخطاب لكن لما فرنسا الكولوليانية فرنسا الاستعمارية أنا إليس ما نقول الأمواج باردول فرنسا الكولوليان فرنسا الكولوليانية فرنسا الاستعمارية لما يكون تصريحات نارية من هذا النوع ما يفعله ساركولدي في ليبيا وما يفعله في بعض الدول العربية وفي مالي وفي نيجر وفي بعض الدول الساحل نقول له خطابه يا خطاب ونمتفق معك الوحدة الوطنية مصانة مصانة بدم الشهداء ومصانة بالمدار المشترك لكن لعب فرنسا على هذه الأوثار سواء في الجنوب أو في غردايا أو في بلاد أو في تيفيزو أو خيرها هو نعب سراتيجي مستمر دائم من طرف السلطات والستراتيجية الفرنسية معروفة لدرب الوحدة الوطنية وفرق تشهد معروفة بالطرف فأنا لما يكون الموضوع مطوح بيننا وبيننا فرنسا أنسى صراعي مع الندار الجزائري أنشى خلافي مع الندار الجزائري وأتوجه كجبهة واحدة جبهة داخلية واحدة لأقول لفرنسا لم تدالي ما تريدي مننا لدنب وحدة الوطنية في نفس الوقت توجه إلى السلطات الجزائرية يقول لم حداري حداري بالانسيار فيه تسترح ولابد من العمل من أجل إخراج جزائر من الهيمنة الفرنسية أنا أعطيك مثال لو إحنا فقط تتفضل ونلغي الإشعاء باللغة الفرنسية في شوارع الجزائر فرنسا تتحرك وتخبع لو كلهم المدارسة الجزائرية تتفعر وبالأمازينية فقط فرنسا تتحرك لو نقول نحنا راح نجيب لإنجليزية فرنسا تخبع فعندنا أن وسائل الضغط نحن في الجزائر أن النباب عنده وسائل الضغط كبيرة ونحن كمعارضة أيوة كما أننا نتوحد أكثر من أي وقت مضى طيب سيد علي وصلت الفكرة أعود إلى موسى عبدي من جديد عودة حجبت ربما نفلح في الحديث معه هذه المرة سيد موسى يعني ألا ترى أن هيبة الدولة الجزائرية لا أقول الأشهر الأخيرة بل السنوات الأخيرة صارت مهترئة مزعزعة مضعضعة الأمر الذي ترك هؤلاء الأجانب يتكلمون شمالا جنوبا شرقا غربا ويتحدون كل ما كان مغلقا في أوجوههم يوم ما أنا أريد أن تطرق إلى فترة قد ورد ذكرها في تدخل أحد الإخوة أيوة حول صحة الرئيس وتصريحات فرنس بولود ومرض الرئيس والصورة الاستفزازية التي نقلها فالس أنا أعتقد بأن هذه المعادلة السياسية غير متكافئة فالمقصود بمرض الرئيس والصورة هو محاولة التشويش على الجزائريين وخلق افتتان داخلي وقد جاء التصريحات السفير الفرنسي وأنا أتأسف كثيرا للإخوة النواب بمختلف بغرفة البرلمان الذين حضروا هذا اللقاء ولم يخرجوا لما تقدم السفير الفرنسي بهذا التصريح وأدل بهذا التصريح المغالب كمحاولة فرنسية لضب السقر للجزائر وللتفرق بالجزائريين إلى أن الرد القوي الذي وفرنسا ما زالت تنتهج السياسة الاستعمالية الكولونيالية والتاريخ لا زال يعاود نفسه كما زاء في ذلك من خلال التفسير الماضي للتاريخ والتفسير الحنزوني للتاريخ لإبن خيدون أن التاريخ يعاود نفسه فرنسا أيضا رجعت إلى سياسة القديمة لكي تفرق قديم الجزائريين هل قبائلي وهذا عربي وهذا غير ذلك إلى أن الوحدة الوطنية كما ذكر أحد الزملاء في مدخلته وأشهر على ذلك فإن الوحدة الوطنية هي مصانة بنظام الأمة ومصانة بتضحية الأمة ومصانة بدم الشهدى ولا يمكن لأي أحد مهما كان نوعه ومهما كان مقره مركزه في أي مكان أن ينزع هذه الوحدة وأن يفككها وأن يخل بها أبدا طيب أما فيما يتعلق في صحيح أن فرنسا لا ريون ولا معاول ولا أخونا ولا رومنا داخل الجزائر وفي أي لحظة من اللحظات ممكنها أن تزرع من القلاق وتزرع من من الحوضة بين أبناء بين الجزائريين من خلال هذه المعاول ومن خلال الخونا إلى أن أفضل رب لفرنسا وأفضل رب على فرنسا لكي نجبرها على أن تحترم بسها وتحترم هذا الشاب الجزائري بكل مقاييسه وبكل معاييره وبكل وطنيته أن نرد لها الكيد وهو أن أن نجرمها ونقوم بتجريب استعمال فرنسي لأنها عرفت كما قال أحد الزملاء أن كوشنار روبر كوشنار كان يعرف مسبقا بأن الحكومة الجزائرية لا يمكن أن تقبل بتمرير تجريب الاستعمال الفرنسي لأن قانون تجريب الاستعمال الفرنسي هو أفضل رب وأصفعة القوية كقضية المروحة بالنسبة بفرنسا طيب وهو كذلك سيد موسى عبدي أنا أشكرك جزي شكر سيد موسى عبدي عضو حيف جب التحرير الوطني كنت أود أن أتحدث عن المحور الثاني لكن يبدو أن الوقت استغرق كثيرا مع سيد موسى عبدي في الخوف في أمور التاريخ وما حدث إبان فترة الاستعمار الآن مشاهد الكرام نفتحه محور نفتحه محور الفساد الذي فاحت روائحه في جميع القطعات الصادية والذي زاده سوءا من الأخبار التي آتتنا وصلتنا من خارج البلد خارج البلاد وثائق بانما التي ذكر أسماء مسؤولين جزائري أماط فارق الصحفيين الاستقصائيين اللي ثام عن قائمة جديدة من الجزائرين المتورطين فيما سمي فضائح وثائق بانما وعلى رأس هذه القائمة المكونة من 22 اسما زوجة وزير الطاقة السابق شاكيب خليل نجاة عرفات خليل وتوفيق بن جديد نجل الرئيس الراحل الشادل بن جديد وأمين زرهوني ابن وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني إضافة إلى بنك الجزائر الخارجي المتورط في شراكة مع مؤسسة للإيجار المالي وثائق فضيحة نجاة عرفات تشير إلى إنشائها شركتين وهميتين عام 2005 لإخفاء حسابات في بونوكيس ويسرا والتهرب الضريبي كما كشفت عن تحويلها ملكيت إحدى هاتين الشركتين إلى شخص يدعو مرحبور وهو أحد المتهمين في قضية سونتراك إذ يؤكد فريق الاستقصائيين أن اسم الشركة هو كارني لينجروب ومرتبط باسم شركة بي أس بي ذات العلاقة الوطيدة بالجزائر حسب المقلبين لأوراق باناما أوراق باناما جاءت مرة أخرى لتكشف المدى الذي بلغه الفساد في هذه السنوات الأخيرة بالجزائر حيث صار يمارس على نطاق واسع ولم يكن مجرد حالات معزولة لقد كان سلوك عائلين أيضا القائمة الجديدة أكدت ما كان مجرد شبهات تحوم حول آل شكيب خليل تجري الريوح بما لا تشتهي السفن فمفاتئ الرجل يقطع أشواطا مع الزوايا شرقا وغربا جنوبا وشمالا لطبيض ساحته حتى ورطته هذه الوثائق ولتغرقه في مستنقع الفضائح والفساد وتمحو ما حققه في تنقلاته الماراثونية بين الزوايا والتمسح بعاتباتها والتبرك بأضرحتها وأدعية مشايخها يذهب العديد من المحللين إلى التأكيد أن هذه الفضيحة الأخرى كانت قاصمة لظهر شكيب خليل قد تجعله يعيد النظر في مواصلة المهمة الموكلة إليه داخلي وخارجي بخوض غمار مغامرة حملة استخلاف الرئيس العليل ذلك لأن لعنة الفضائح حسب هؤلاء قد لا تتوقف عند هذه الحدود وستظل تطارده فكما تعدت حدود فضيحة سونتراك المقبورة لا شيء يضمن بأن لا تعود وتحيم سلسلة فضائح سونتراك واحد واثنين وشركة سايبام وغيرها والتي كان فيها خليل أحد أبرز المتهمين قبل أن تقرر السلطات تبرئته وتسخر له سياسيين وإعلاميين وأئمة ومؤسسات الزوايا لإثبات براءته والتأكيد أنه كان ضحية وخليل حسب هؤلاء يعلم ذلك جيدا ويكون قد أصيب بخيبة آمل كبيرة وهو يتابع كشف فضيحة زوجته بتفاصيلها الدقيقة والتي تضعه الآخر في قفص الاتهام لصيلتها بقضية سونتراك فلا الزوايا منعت عنه كشف فضيحة زوجته المدوية ولا شفعت له لدى فريق الصحفيين الاستقصائيين ولا أدعية مشايخ الزوايا كانت مستجابة فردت عنه لعنة المزيد من الإيدانات ولا التبرك بالأضرحة كان مباركا فرفع عنه ذر الفضيحة بل كان وبالا عليه فلا شيء يقنع شاكيب بأن ما يقوم به فيه فائدة ترجى أو خدمة تسدى أعود من جديد أستاذ كريم طابو النطق باسم الانتحاد الاجتماعي الديمقراطي أستاذ كريم أي قراءة تضعها لهذا الملف ملف شغل الناس كثيرا وهو ملف الفساد في جميع القطاعات شاكيب كان يقول للناس وهم يزورونه في هذه الزوايا بأنني بريء وأعطوني دليل واحد يورطني في ملفات الفساد إذا بهذه الوثائق وثائق طانما تتكلم عن زوجته وعقاراتها ومؤسساتها ونهب الملعام بالله عندما أرى شاكيب خليل في زوايا يلبس له البرنوس أتذكر مثل بالقبائلية يقول يعني باللغة العربية هذا المثل يقول هو عاد الصوت الأبيل يتنحى من مر ولا من أسد قليلا يلبس برنوس وبسحكي عاد يتنحى من الكمش كل واحد يقدر يلبس برنوس وما يحدث اليوم نفس نفس السؤال ونفس الجواب من جهة السلطة عندما نتكلم على فرنسا يقال الجزائريين بأن لفرنسا طموح استعمارية عندما نتكلم على فساد يقال الجزائريين بأن هذه التسريبات وهذه التصريحات هي أياد خطية هي أياد أجنبية تريد زعزعة البلد يعني هذا النظام يفشر كل شيء بالأدو في الخارج بأياد خارجية بأياد خطية ويجعل بكل شيء تخديد على الجزائر كأنه هو الحامل أول للجزائريين ما نرى اليوم هو أن هذا النظام لم يقدر حماية الجزائريين سواء في حقوقهم الاجتماعية في حقوقهم الاقتصادية في حقوقهم السياسية في التوازنات الجهوية كل هذه الأمور كل هذه الأمراض سبب هذه الأمراض هو النظام الجزائري هو النظام الديكتاتوري القمعي الذي لا يريد أن يكون للجزائر يعني جبهة داخلية لأن الجبهة الداخلية والله في بعض الأحيان عندما أسمع مصطلحات تأتي من أحزاب المولاة ومن أشخاص يعني يروجون لهذه السلطة والله يعني أضحك لأن الجبهة الداخلية ما معنا لي جبهة داخلية جبهة داخلية هي الحقوق جبهة داخلية هي المساواة الجبهة الداخلية هي العادلة الجبهة الداخلية هي الديمقراطية الجبهة الداخلية واحترام الجزائر احترام الجزائريين عندما يعيش الجزائري البسيط القمع والاستبزاز والتخويف والتجويع أين هي الجبهة الداخلية عندما يضرب معلم يضرب أستاذ عندما تقمع جريدة عندما يمنع حزب سياسي أين الجبهة الداخلية؟ أين هي الجبهة الداخلية؟ من أصبح تهديد اليوم على الجبهة الداخلية هي السلطة أما فيما يخص الفساد الكل يعلم بأن الفساد حتى ولو تعدد حدودها إلى الخارج أول وثيقة أول ملف فساد هي فضيحة الخليفة فالسلطات الجزائرية أو أشخاص داخل السلطات الجزائرية متورطين في قضية الخليفة مع أشخاص والسياسيين في فرنسا هناك تبادل المعلومات هناك تبادل المصالح هناك تنسيق في بعض الأحيان بين أطراف جزائرية وأطراف فرنسية رسمية في الفساد خرجت تحدي التسريبات على مسؤولين سياسيين جزائريين يعني تحصلوا على عقارات في فرنسا عندما أسمع لممثلين عن جبهات التحليل الوطني بكل احترام لهذا الحزب تقولون بأن فرنسا 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 عيس الجمهورية يذهب لكي يتلقى العلاج في فرنسا لم يذهب إلى قسنطينة لم يذهب إلى عنابة لم يذهب إلى تيزيوزو لا وجود لمستشفى في تيزيوزو ولا قسنطينة ولا عنابة يذهب إلى فرنسا لتلقي العلاج إذن تفوا على استعمال بعض الشعارات بعض المصطلحات كأدوات سياسية لتغليف ولمناورة الشعب الجزائري إذن اليوم مشاكل الفساد أصبح مسلسل مسلسل ذا نهاية لها يعني من ملف جيزي ملف بيسير ملف الخليفة طريق السريح سونطراك واحد سونطراك ثنين سونطراك ثلاثة نفس الأشخاص نفس المسؤولين هم الذين يتحكمون في أعلى مؤسسات الدولة في العدالة في الاقتصاد لا يمكن اليوم تبرير كل هذه الملفات كل هذه المعلومات بمحاولة زعزعة البلاد ومحاولة المساس باستقرار البلاد كان من المفروض أن تفتح تحقيقات حقيقية ما رأيناه في وسائق طنمى في بعض الأحيان والله هذا المسؤولين يستهزون بالشعب الجزائري حتى أصبح العنف أنا أسمي اليوم ما يحدث من الفساد هو عنف حقيقي ضد الشعب الجزائري عندما يعني يقدم أمام الجزائريين أنا لا أسهم كيف برئيس بلدية في الجزائر العاصمة يحكم عليه في محكمة جزائرية والسبب والقضية والتهمة هي سوء فساد كل يعلم بأن مصطلح سوء الفساد سوء تسيق دقيق في القانون فيحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أما وزير حدثت في ميدانه في وزارته فضائح سنطراك واحد سنطراك ثمين سنطراك ثلاثة يقدم أمام الجزائريين كأنه نبي اليوم اليوم بالجزائر أصبحت بلاد المعجزات طب يأتي لنا نبي من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم النبي الجديد الذي وصل إلى الجزائر جاءنا من الولايات المتحدة الأمريكية من يقبل بمجيء نبي من الولايات المتحدة الأمريكية إلا الذي له مفارح مع هذا النبي وهذا الإنسان وهذا الذي أتى من الولايات المتحدة الأمريكية قد يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المناسبات وفي بعض المشاكل شريك إسرائيل شريك الغرب شريك وشريك ولكن عندما تبعث الولايات المتحدة الأمريكية بنبي إلى الجزائر يستقبل من طرف الزوايا والزوايا والزاوية كان من المفروض أن تكون لها وظيفة اليوم أصبحت مغسلة لهذا الناس هذا يدل بكل حزن ما نراها اليوم أنا أسميه بأننا الجزائر نحن في مرحلة الفواحش نحن دخلنا مرحلة الفواحش ما يحدث في الساعة السياسية في الجزائر هو دخول في مرحلة الفواحش إذن حباً للجزائر احتراماً للشهداء احتراماً للشعب الجزائري أكثر من هذا الناس أن يكفوا عن الكذب وعن استعمال كل هذه الأشعارات لمحاولة مراوغة التاريخ ومحاولة مراوغة الجزائريين تمام أستاذ كريم أنا أشكرك جزيلاً شكراً أستاذ كريم طابو الناطق باسم الاتحاد للتبقراطي والاجتماعي كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف أستسمحك أستاذ عاليد راء أريد أن أسمع وجهة نظر أخرى ثم أعود إليك هذه المرة مع أستاذ مدني مدني الإعلامي والنشط الحقوقي من جنوب الجزائر أعتقد من ورقلة إن لم تخبني الذاكرة أستاذ مدني هل فعلاً لقي شكيب خليل ترحاباً واسعاً من أهل الجنوب كما روجته بعض القنوات بعض وسائل الإعلام بأن شكيب خليل لما زار الجنوب يعني كانت هناك حفاوة كبيرة بقدومه هل حدث هذا فعلاً؟ طبعاً بعد بسم الله الرحمن الرحيم قبل الإجابة على هذا السؤال الذي يبدو كأنه وشيح إلا أنه في الحقيقة الترحاب الذي نقاه كما قاله شكيب خليل في بعض الزوايا في الجنوب كما حدث في ولاية أقرب الشبال هو في الحقيقة لم يكن ترحاباً به بل ترحاب بسلطة عنصرية كانت قد بالأمس وقفة إلى جنوبها الكثير من سكان الجنوب من أجل محاربة وبعض فساد نوضي مافيا لدخل السلطة كان يستعمل العرقية من أجل المفياية والسرقة ثم انكشف الأمر وتبين أن حتى ما نجح الآن على رأس حيث جبدت تحير وعلى رأس حجاب السلطة أصبح يستعمل نفس السيغة الهنصرية الآن تحدثون وكأن الجزائر جزائر عربية لا يوجد الأمازيغ فيها بينما الأمس كانوا يتحدثون أخرى داخل السلطة أيضاً بأن دونة أمازيغ لا يوجد العربي فيها وهنا أضمه محل النزاع الذي يريدون أن يستخدم خلطه وشكي يمكن الطائفة العربية على حسب ما تسمعه وما نقرأه من دونة أسطر ما يقوله سعداني وهو طبعاً لا حفا ولا استقبال ولا تحب هذا الشخص في الجنة في الأصل إذا كان هناك من رحى بديه فهم المؤمنة للسلطة والمحسوبون حتى أرطياً وحتى جوائياً على سلطة بوطفلقة والسلال وغيره طبعاً هنا للتشبيه فقط بكرة السلال وبالتالي أريد تليه لها أربعهم جزائر هذه الدولة الدولة الجزائرية ليس بألا قضاء مستقبل ولا مؤسسة وتخصصاً لا تعمل ولا هم واحدة هذه الدولة أصلاً عبارة عن مجموعة مطلعيات تفارع سلال دول العلالية رؤوس الماء ربها شكيب خليل جاء فقط لولوحة دولة في تحرير الدولة إلى رأس مالية بصفاق مطلقة وتبعية الليبرالية الأمريكية وفروا باستماها بلادهم وخلاص فضت الحكاية وذو كان يتصارها مشكلة للسلطة مشكلة إحنا مصارح الأمريكان ولا مصارح فاصة ولا مصارح غيرهم ومن ثم حتى المشكلة التي قالوا بأن على تختلطها وفرانسة من أجل بط الشقاق والفرطة دولة أبلاع الشعب الجزائري تعداني في حد ديته لما يرويج بفكرة أنه لازم تكون فورة ضد القبائل للنافيدين دخلتنا لها هذا عصر أمار سنيز ويخبر التوجه الفرنسي وهنا أضع فكرة الأستاذ كارين طابو كل يخبر التوجه الفرنسي كل يخبر التوجه المستعمر يقديم كل يميداني يطبقوا حشان داتوا هنا وفي الأخير يتحدون على شقاقه وفي الأخير يتحدون على شقاقه وفي الأمريكة تبت فيهم براسة الأفضل في قضية شكيب خليل سيدي الفاضل وأفضل في قضية شكيب خليل أنها قضية في حقيقة لا يعتد لها ولا ينظر في الشأنها ولا يعتدون لصدق واحد بسيط اللي أنه ليست هناك دولة بمعنى المؤسسات حتى يتنظرها إنسان ولا يسرق فيها وليقد يتحسب لها أصلا من بعد الأفضل لهم أن يطوموا بإنشاء الدولة فيها حرية وفيها عدالة حقر الشميع ومن بعد يتخذت على أشخاص هذا مضي برعش ردك كل صراقين كل الضوء أتى حدها ليسحوا ملفات عبارة خلول بك يبس عبارة خلول هدنا مزارة يرسل هدنا أميار أصلا بلديات هدنا أشخاص عاديين على مستوى إدارة المحلية أصبح وفوحشين كلا في برس مشتناسي في رمشة عين ما تشغل فوحشين من أين يكو هذا ما تشغل السلطة مستعدة بأن تغدى الطرف على كل المواع الفساد المالجي داخل شزائر شريطة أن تدفع معها في اتجاه برامجها وفقاحها وفي اتجاه أن تنهر للغض الذي تتشدق بضعمه الآن خاصة الولايات المتحدة على تحدث على سلطة الوجهة في بعض فكرة أنه حكمه المجتمع المدني والشعب راه راضي وراء رفاية وراء لبس عليه ومجال حتى إشكال طيب خليك معي خليك معي سيد مدني خليك معي سعود إليك سيد علي ذراع من جديد للمستوى الإعلامي ما يحدث في الجزائر أمر فضيح هكذا وصفه طابو من الجزائر ففي الوقت الذي تهتم فيه دول عديدة الأيام الأخيرة بالأشهر الأخيرة بالتنمية المستدامة مثل ما هو عليه في تركيا وفنزويلا والبرازيل وكذلك بالنسبة إلى كثير من دول ليست حتى دول نفطية ولا طقوية لكن مع ذلك الجزائر تصرف أموال طائلة في مشاريع ليست ذات أولوية إذا قارننا افتقاد الجزائريين بالفقدان الجزائريين البنية التحتية مشاريع صحية أمور مهمة جدا كمراكز وغيرها بماذا نفسر هذا؟ هو في الحقيقة أنا أعرف نيضالي من مدة طويلة أي؟ هو ضد الفساد ومحاربة الفساد ومحاربة النسل يتصغطوا في الملعاب بطريقة غير شفطة وغير ديمقراطية هذا من جانب الأول أننا ننادل من أجل تغيير بطريقة سلمية طبيعة النظام في البعض يلوم علينا أننا نستعمل كالينك سلمية لكن أنا من هذا الاتجاه هو فعلا طبيعة النظام الذي بديه منذ ستين الآن خطأ في رأيي واعتقادي طريقته خطأ لأن الإشراف أو مراكبة تيير المال العام والشأن الغام غير مخول للمجتمع غير مخول للشعب الشعب لا يرى كيف يتسير المال العام لا يرى كيف يتسير الشأن العام فقط المسؤول هو المسؤول هو الذي يرى هذا يتصرف في المال العام وكأنه ماله الخاص حتى في ماله الخاص يحسن التصرف فيه أما لما يوصل المال العام يصبح يوزع وكأنه يوزع رعا لإرضاء بعض الناس والإسكال للبعض الآخر هذه الطريقة نتجاً من الجزائر توضع أولويات وتوضع ميكانيزمات لدراسات معمقة لكيفية الاستشراف وكيفية التصرف في المال العام من المدى البعيد المتوسط القريب فالمسؤول لما يكون مسؤول على وزارة أو على ولاية أنه يوزع مثل ما يريد لأنه عارف ما فيش حساب ومكيش رقابة المال العام نعم الفتاة أصبحت قريباً من الرشوة تبعث مثل القطاعات يعني لما تقرس بطاقة تعريف في دائرة من دوائل الجمهورية أو في بلدية من بلدية في بعض الأحيان تستعمل الرشوة لما يوقف الشرطي تستعمل الرشوة فهذه الأمور يعني المجتمع تقريباً رح يحولوه إلى فاسد رح يخلو الناس كل شارك في الفساد وهذه الخطورة خطورة سقوط النظام لأنه ينقض هذا النظام بتغييره بطريقة سليسة وسنية لأنه يتغير بطريقة بتغييره 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 الهجوم وبتغييره تعمل وسائل لا يحب من أقبعها وهو كذلك سيد علي وهو كذلك سيد علي ذراء أنا أشكرك جريس سيد علي ذراء مستشار الإعلامي كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف أعود لك أخ سيد مدني يقولون بأن الشعب ركنون ركين في بناء الدولة لكن هناك أسهم بل سهام توجه للشعب لأنه أيضاً أحياناً يكون آدات لانتشار الفساد في جميع القطاعات تجد أن مواطناً في بعض المناطق لا أؤمم قد يدفع رشوة من أجل حصول لشهادة ميلاد ولا يتصدى تصدياً كاملاً للفساد ما رأيك في هذا الطرح أولاً هذا الطرح يحتاج إلى تقسيم من جانب اجتماعي وجانب سياسي وجانب معاملات الإدارة الشعب في الحقيقة من جانب الاجتماعي يعيش عطال فكرية ومحلال معالم مدنية في عيش وبالتالي وهذا المحلال جاء من قل تشي ناس بكري قالوا تشي ترشي هذا الشعب هذا الشعب على الويلات يعني بالفعل حولوه إلى فاسد حولوه إلى فاسد أدخلوه في برامج اقتصادية فاشدة وفاسدة وجعلوه يستفيد عبر الفساد عبر الفساد بقلة قليلة حتى إذا ما تجرع على محاسدة الكبار شرسي بالله أيضا على قياس المتالي يسرق براكما يسرق بير من الناحية السياسية سيدي كريم شعب فاسد بالفعل يبطع على برنامج رائحة الجمهورية ويبطع على كتلة كاملة ويبطع على نواب يرعاو يرعاو الجهوية ويرعاو العرشية ويرعاو التفرقة ويرعاو عنصورية في كل الولايات ومن بعدها يجيبون شكيب فاسد وشكيب ساق مش كمالغة كيف كيف هنا كل جمال وعدة يعني حتى العطال الفكرية طالت مبتغلاته السياسية طالت طموحاته حتى حتى العلمية وعنده عطال عدمية ألدم مقارنات الدراسية كلها تهدف إلى جعل المواطن الجزائري الجيل القادم جيل أكثر فكحية من جيل تحنا وجيل أكثر فكحية من جيل قبله بسبب البرامج الدراسية لها الشهر وبسبب عدم الاهتمام بالطاقات والملاعب الشدانية لأكيد مؤكد لو وجدت من يؤطرها لا صارت علميا لا صارت اجتماعيا لا صارت فياسيا وبالتالي هذا العباد الركاي اللي رأت في السلطة لا يأكلوش معه البطاطا وبالتالي والجانب الآخر من هو العمل ذي الإداري الإدارة مخبوبة فيما تروح تبلغ على فساد يتعمل بالقدس التشهير تروح ما تمدلوش رجوة ووقتك ما تستخدم شي تتحطل وعبية عنتي الواتر حيال عزب الواتر إنسان أعطار الإسان مساعدة بـ 20 دينار خطأ منذك الواتر شدة أو 2000 دينار خطأ منذك الواتر شدة بنتاب بتاني التلبس بتاني الترشوة وحتى لكثير الحبس فيما نائب البلدية التعريصة كان بتعفيح بالتلبس أيضا 30 مليون رجوة على مشاريع على قطعة أرب وبنتاب التلبس حتى تحت الركبة القضائية تأثي يمضي محدة مع المدير العام أو المدير العام والدوار الترطي وتصير العقار في وجل اللي تلوني تقريبا تقريبا حتى فراقبة القضائية يعني كاين حتى الناس اللي رأي يتبع على السلطة وتتسع بتجاه السلطة مش وفاة كون إنسان مع السلطة وفيد درار ويسرق 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 تكون ضد سلطة كحف الشرق حفظك عليها هذا نحن يعيش الشعب وما قدرش يقاموا لا ما قدرش يقاموا لأنه حفظوا على التفرقة ويديولوجيا فارقوهم فارقوهم على قيم خلناهم حتى الحديث الداخل هنا على الشي على القبول على المزادي على جدار لم يدعم هذه اللحظة شكو لا يقوم بشار على جداري هاي كان يراي يعني شعب كما هذا مع هذه الرقبة الشديدة مع هذا التشديد قبضة الأمنية في الجنوب ولا في منطقة أخرى على الناشط الحقوقيين وعلى النقابيين ما الحل ما البديل لتغيير الحال إلى أحسن حال ربما لو أجيبك ببساطة لم يظامها الكثير عندما أقول لك الحل أن تقول أنا جزائري أنا أمعيش في الجنوب الجزائري في حق جنسية أجمدية الجنوب الجزائري لما تشتر حسب لي كل إنسان يعيش الوطن تعهير داخل بارو ما يهموش للشارع ما يهموش الإمارة ما يهموش جارة وكشتابه ما يهمو حتوات قصة الأحياء التي أنشأت بسرعة من قبل السلطات المحلية أو السلطات المركزية بالأجل الاستيعاب عدد كبير من الوافدين من الولايات وخواب الهدف العمل وإنشأت بطريقة ممنعجة كان أحياء أو تقريب أحياء تكون العلقية تقريب كاملا أنتا جارة فلانية وجارة فلانية وجارة فلانية فكريس مبدأ مبدأ أنه كل واحد يقول تخطو راسي هذا هو المشكل هذا اللي لازم تقضي ضده لازم تحيا وتطرع الحياة المدنية في أي مجتمع في أي حيث في أي ركن من أركان الجزائر وخسن الجنوب الجزائري وكان مشكل إيش كان رحضا حر حط الوافدين وكان عالش في 30 نحن في ورقلة تخلل أنه المعيش هذا ماشي خطأ هو خطأ الإضاءة خطأ الفياسة خطأ السلطة خطأ المجتمع المدني اللي لمخلقش وغلصه يقول لنا نعيش في مشاكل مدنية لا أضم إطلاقا إلا برحمة الله لا أضم إطلاقا أن المجتمع قدر على انتفابة مدنية حضرية تؤدي إلى القنص وتحقيق فواعد سياسية على الدولة لأن السلطة هذا تعالت لك الشفية دير فيه السلطة والهسلات والثقاطات التي تقود السلطة ولا أحد يتحدث ولا أحد يدون حراج يدون أي شيء هو في الحقيقة قياسا بالمستوى اللي رأي يعيش المجتمع الجزائري ومدني وبالطالي أنا أتحبته على شعب وقياسا بهذا اللي مستوى نرأنا في أماني يتحدث منوش مخارجه عن المناس وأخطائي لا تعدى ولا تحفى ولا تنظر الوقع لازم أن تفضل تحطانا لازم أن تفضل المجتمع المدني خارج إطار وزارة الداخلية خارج إطار وزارة الداخلية وهو كذلك سيد مدني أنا أشكزي الشكر سيد مدني الإعلامي ونحل الحقوق كنت معنا من ورقلة جنوبي الجزائر الشكر وموصول أيضا للأساتذة الذين ينشرفون بإثراء النقاش حول قضايا الأسبوع في الحادث الأسبوعي الأستاذ موسى عبد عضو حجب التحليل الوطني كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي على ذراع المستشار الإعلامي وغاب عننا اليوم الأستاذ طهر بن أخضر أحد قياده الجبيس من الإنقاذ لصعوبة الاتصال به كما أعتذر عن الحضور لمهمة يقوم بها في الجنوب الجزائري عضو اللجنة المركزية حسين خلدون طبعا لجنة المركزية هذه القضايا فلا تتأخروا عن إبداية رأيكم وجهة نظركم وأفكاركم حول قضايا الأسبوع شكرا لكم